أشحة عليكم شوف التعبير القرآني سبحان الله الشح هو شديد البخر شديد البخر أشحة عليكم هم بخلاء في صدقهم في مالهم في معونتكم بخلاء في كل شيء بخلاء في الأصل في إيمانهم بالله سبحانه وتعالى في طاعة الله سبحانه وتعالى في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهم بخلاء في كل شيء أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت انظر إلى التعبير القرآني تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت ينظرون يمينا وشمالا كالذي يعين الموت فإنك تنظر تراه ينظر إليك وهو لا يراك وهو لا يراك هو في شأن آخر هو في شأن آخر تدور أعينهم يمينا وشمالا هكذا كالذي يغشى عليه من الموت يعين سكرات الموت فإذا ذهب القوف إذا ذهب هذا الخوف عادوا إلى سابق أهديهم سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير بألسنة حادة سلقوكم بها مرة سنية وعادوا إلى الشائعات وإلى التعويق وإلى التصبيت أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم لأن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل العمل إلا من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين سبحانه وتعالى وكان ذلك على الله يسير سبحانه وتعالى ما زالت هناك